حلوة بكل تأكيد الفرحة جميلة النهاردة صعود منتخب مصر لدور قبل نهائي لبطولة كأس العالم للناشئين اللي بتقام في كرواتيا صعود كان يشبه المعجزة اللي لم يكن معجزة الولاد الصغيرين هماش ولاد ده رجالة رجالة بكل ما تعنيه الكلمة رجالة معدن المصري وقت الشدة دقيقة ونص دقيقة ونص تسعين ثانية وانت متأخر امام منتخب جزر الفرح بثلاثة اهداف خلاص ناس كتيرة جدا افلت التلفزيون وقامت زعلانا غضبانا في ظل تألق لحارس منتخب جزر الفرح وكانت اخطاء ساذجة من منتخبنا في ذلك التوقيت فالناس زعلت حلم منتخب حامل اللقب وشباب صاعد بيتبخر خلاص تفاضل تسعين ثانية وتلاث اهداف في كورة اليد صعبة اول لان العامة قاعد تعمل فاول تيكتيكي هنا او هنا ومرر الكورة خلاص خلصت لكن ولدنا ما بين قسين رجالتنا قال لك لا ما فيش حاجة اسمها مستحيل لا لغاية اخر نفس احنا في الملعب مستمرين للفرحة محتاجين احنا الشباب اللي بيصنع المعجزات لان احنا اولاد النيل احنا احفاد الفرعنة اللي ما يعرفوش كلمة مستحيل في تسعين ثانية شفنا موقف درامي وريمونتادة هي الاغلى في تاريخ الرياضة المصرية هذا الموسم اللي لم يكن على مدار مواسم عديدة وسنوات عديدة 31 28 31 29 ركلة جزاء 31 30 15 ثانية الكورة بتتقطع من جزء الفار وبعدين حارس مرمنع على طول لقدام لبلال هب بلال جوه الجون اتعادل مع الثانية الأخيرة من عمر المباراة ويلجأ الفرقين والمنتخبين للوقت المحتسب او للوقت الاضافي وفيه رجعت الرجالة وقفت على رجليها وكان المنظر اللي احنا شايفينه الفرحة وعجبني جدا قبل الفرحة لما طلبوا كلهم ان هم ينزلوا على الارض وسجدت الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا الانتصار الصاحق حقاقوا الفوز النهاردة في المعجزة زي ما قلت لحضراتكم وتنتهي المباراة 38-34 ويتأهل المنتخب المصري لملاقات منتخب الدنمارك ترجمة نانسي قنقر